لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمما يدل على عظمة القرآن أن الحديث الصحيحة جاءت بالأمر بتعاهد القرآن وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمراجعته صلوات الله وسلام عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبن المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت هذا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يراجع القرآن ويُعنى بالقرآن حتى لا يتفلت وفي رفض المسلم وإذا قام صاحب القرآن فقراه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسية تعاهد هذا القرآن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها ضواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام بإسمال أحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال أي من الإبل في عقلها هذا يدلنا على أنه لا ينبغي المسلم أن يقول نسيت آية كيت وكيت وإنما يقول نسيت أنساه الشيطان ولا يقول نسيت هكذا توجيه النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي لفظ المسلم بإسمال الرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي أنساه الشيطان والكسل وغير ذلك وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها كنت أنسيتها فهو يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنسيها ولم ينساها صلوات الله وسلامه عليه عناية الصحابة بتعاهد القرآن يدلنا على أنه ينبغي لنا أن نحرص على تعاهد القرآن قد كانوا يعتنون بقراءة القرآن ومراجعته عناية فائقة متقنة ومن أمثلة ذلك قال عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه الله أكبر هذا رواه البخاري دل على عناية بكتاب الله تعالى تذكر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما كان يتذاكران في قراءة القرآن ومراجعته فقال معاذ يا عبد الله يخاطب أبو موسى الأشعري كيف تقرأ القرآن قال أتفوقه تفوقا أي ألازم قراءته ليلا ونهارا شيئا بعد شيء وحينا بعد حين ما أخوذ من فوق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك شاعة حتى تدر ثم تحلب هكذا دائما وهذا يدل على العناية بكتاب الله تعالى قال فكيف تقرأ يا معاذ أنت كيف تقرأ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يحتسب النوم يحتسبها على الله لأنه أراد أن يتقوى على قيام الليل قال فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وفي رواية فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وتفوقه تفوقا قال أما أنا فأقوم وأنام فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فينبغي للمسلم أن يتعهد هذا القرآن الكريم ويحتسب نومته وقومته ويصلي به ويسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة فإن الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر